لا يزال حديث متجددا عن محن العلماء ومع محنة جديدة من محن العلماء في القرن الثامن الهجري ومع محنة الإمام تاج الدين السبك عليه رحمة الله تعالى فمن هو ومتى ولد وما هي نشأته ومن هم شيوخه ومن هم تلامذته وما هي مصنفاته وما هو كلام أهل العلم فيه وما هي محنته وكيف ومتى توفي عليه رحمة الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده أما عن اسمه ومولده ونشأته فهو الإمام العلامة قاضي القضاء شيخ الإسلام مفتي الأنام تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن سليم السبكي الخزرجي الأنصاري الأشعري معتقدا الشافعي مذهبا القاهري مولدا والدمشقي مدفنا السبكي أيها الإخوة نسبة إلى قرية سبكي العبيد من قرى المنوفية بمصر التي تسمى اليوم سبكي الأحد أو سبكي الحد عند العامة الخزرجي الأنصاري نسبة إلى قبيلة الخزرج من الأنصار وهذه النسبة قد نقلها تاج الدين السبكي من خط جده عبد الكافي بن علي وقال إن السابة شرف الدين الضمياطي كان يكتبها بخطه للشيخ الوالد وكان الشعراء يمتدحونه بها ولم يكن لينكر عليهم اختلف المؤرخون والمترجمون للتاج السبكي عليه رحمة الله تعالى في سنة مولده على ثلاثة أقوان الأول أنه ولد سنة 27 و700 للهجرة والثاني قال أنه ولد سنة 28 و700 والثالث أن مولده سنة 29 و700 والراجح بالله وأعلم أيها الإخوة من هذه الأقوان هو القول الثاني وهو سنة 28 و700 وذلك أسباب عديدة جدا أن الزهبي هو شيخ التاج السبكي وصديق والده قد نص على أن مولده 28 و700 وكون شيخه وصديق والده يقوي إمكانية السماع هذا التاريخ من التاج نفسه أو من والده حضف إلى ذلك التاج السبكي قد ذكر في المجر المختص في مصنفة الزهبي مما يقوي احتمالية الطلاع عليه ولو كان الزهبي أخطأ في تاريخ مولده لتعقبه وبيّن أنه أخطأ فيه ثانيا أن ابن رافع وهو من معاصر التاج السبكي ومن تلميذ والده ذكر هذا التاريخ أيضا وهذا القول الاحتمال أنه سمع من شيخه أو من التاج السبكي نفسه وأيضا من الأدلة أن الصلاح الصفدي هو من أعز أصدقاء تاج السبكي ذكر هذا التاريخ أيضا ومن الصعب أيها الأخوة أن يكون الصفدي هذا قد أخطأ في تاريخ مولد صديقه وحميمه رغم ما بينه من صداقة من مراسلات من مساجلات من أشياء أخرى كثيرة والد الإمام هو الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي ابن علي بن تمام ابن يوسف السبكي الخزرجي الأنصاري هذا الشيخ الإمام الفقه المجتهد الحافظ المفسر المقرئ الأصولي المتكلم النحوي اللغوي الأديب الحكيم النظار ولد ونشأ تاج السبكي وترعرع في كنف والده الذي رعاه رعاية خاصة منذ عمية أصفاره قد كان النشأ تاج الدين السبكي الأول أكبر الأثر في أن شخصيته العلمية وتوجيه لعلم الصحيح الرزين له سقل ظاهر حيث كان والده الشيخ تقي الدين أول مرب ومعلم لولده تاج الدين ولا غرابة في ذلك إذ كان والده قبل العلماء وطلاب العلم في هذا الوقت ووجه والده تاج الدين السبكي التوجيه لعلم الصحيح الرصين السليم أقبل تاج الدين على العلم مبكرا حفظ القرآن صغيرا أخذ عن والده علوم العربية والعقيدة والفقه وأصوله وغير ذلك من العلم الذي تميز بها والده الشيخ تقي الدين وكان لتوجهات والدي أكبر الأثر في تمييزه ونبوغه المبكر وقد كان دائما مما يحرضه على العلم وطلب العلم ويحزره من الكسر أو التواني فيه ها هو الإمام التاج يحدثنا عن بعض التوجيهات التي قالها له ولده يقول التاج وكان ينهان عن نوم النصف الثاني من الليل ويقول لي يا بني تعود السهر ولو أنك تلعب والويل كل الويل لمن يراه نائما وقد انتصف الليل هكذا ظل الإمام التاج ينهى للعلم من والده ومن غيره من علماء عصره طلب بنفسه واشتغل وبرع وحدث وأفتى ودرس حتى ثاق كل قرانه وبرع نجمه في حياة والده أما عن شيوخ الإمام فلم يكن الشيخ تقي الدين هو المعلم الوحيد لولده تاج الدين بل قد زج به والده مبكرا في أحضان العلماء لينهل من عنومهم ويكسب من معارفهم مما يقوي هذه شخصية الإمام وينمي فكره وثقافته تتلمز على عدد مشاهد كبير وجهبزة في عصره ففي مصر نشأت بداية علمية أخذ العلم عن يحيى بن يوسف المصري وعبد المحسن الصابوني والحافظ أبي الفتح بن سيد الناس وغيرهم من أهل العلم لما ولي أبوه قضاء الشام سنة تسعين وثلاثين وسبعمية قدم التاج دمشق مع والدي وهناك سنع من جماعة من العلماء وأجازوه وأزن له ابن النقيب بالإفتاء ولما توفي ابن النقيب لم يكن عمر التاج الزاكى قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره أهم شيوخ التاج السبكي اللي تتلمز عليهم هو الإمام الزهبي الإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله الزهبي المتوفزة تسكين واربعين وسبعمية وأخذ عنه علم التاريخ والجرح والتعديل والحديث ومعرفة أحوال الرجال والإمام الزهبي يعد أستاذه الأول في كل ذلك حيث يقول الإمام التاج السبكي يقول وهو الذي خرجنا في هذه الصنعة وهو الذي خرجنا في هذه الصنعة والصنعة وأدخلنا في عداد الجامعة من مشايخ الثاني الإمام المزي الإمام الحافظة أبو الحجاج يوسف المزي المتوفى سعد 42 وسبعمية قرأ عليه التاج الحديث وسمع منه الكثير وبه تخرج في معرفة الرجال ثالث شيخ له هو الإمام أبو حيان الإمام النحو الأديب المفسر المعروف المتوفى سعد 45 وسبعمية أخذ عنه التاج علم النحو وعلوم العربية واللغة وهو أستاذه في النحو دي لمنازل رابع شيخ له ابن النقيب الإمام الفقيه شمس الدين محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن النقيب المتوفى سعد 45 وسبعمية للهجر أخذ عنه الإمام التاج الفقه الشافعي وهو الذي أجازه بالإفتاء ولم يكن سن التاج آنازاج يتجاوز الثامنة عشرات الخامسة زينب بنت الكمال السيدة العزراء مسنينة الشام زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد المقدسية المتوفى سعد 47 وسبعمية للهجرة وتاج الدين السبكي هو من المكسرين بالرواية عنه وخاصة في كتابه في كتاب الطبقات أما عن تلامزة الإمام التاج عليه رحمة الله تعالى الإمام التاج أعطي وقد أعطى جل حياته في التدريس والتصنيف والإفتاء فكسر طلاب العلم على بابه تخرج على يدي العديد من العلماء وهم كسر جدا الذين تتلمزوا على الإمام التاج الدين السبكي من هؤلاء شمس الدين الغزي وكان الغزي قد قام في محنة الإمام التاج السبكي قياما عظيما وجزاه الله خير الجزاء من تلمزته ابن سند اللي هو الإمام المشهور شمس الدين أبو العباس محمد بن موسى ابن محمد بن سند ابن تميم اللخمي المتنفسة تسعين وسبعمية للهجرة صاحب الإمام التاج الدين السبكي والأسم هو كان يقرأ عليه تصنيفه في الدروس كما قرأ عليه السيرة النبوية والله تاج السبكي بعض الوظائف من تلمزة الإمام زين الدين القرشي الإمام العلامة الفقهي مفسب زين الدين أبو حفص عمر بن مسلم بن سعيد بن عمر القرشي الدمشق المتوفزة تسعين وسبعمية للهجرة وكان القاضي التاج هو الذي أدخله بين الفقهاء فلما حصلت له المحنة كان ممن قام عليه الإمام العلامة أيضا من تلمزة شرف الدين أبو الثناء محمود بن محمد الوائلي المتوفزة 95 وسبعمية للهجرة كان من لازم القاضي أيضا تاج الدين وحضر حلقاته واستنابه التاج في الحكم قبل موته بيسير أيضا من تلمزة شرف الدين الغزية كما قلنا الإمام العلامة الفقه أبو الروح عيسى بن عثمان المتوفزة 99 وسبعمية للهجرة كان قد أخذ عن التاج الفقه ووصول الفقه أيضا ابن الجباب الإمام العلامة المفتي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب المتوفزة 800 للهجرة كان من صاحب التاج أيضا أيام المحنة والإمام قربه التاج قربه وأحسن إليه وأدخله بين الفقهاء أيضا الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن الخض الزبيري الأسدي المتوفزة 800 للهجرة أيضا الإمام الحموي إمام جلال الدين يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن بن مسعود خطيب المنصورية وشيخ البلاد الشمالية وعالمة وفاقيهها توفي بحمد سنة 98 للهجرة وتقرج أيضا على التاج السبكي في الفقه أيضا ابن حج مثلا إمام المتقن ذو الأخلاق الواسعة والزكية شيخ الشافعية أيضا الفيروس أبادي الإمام العلامة مجد الدين أبو الطاهر محمد بن عقوب ابن محمد بن إبراهيم الفيروس أبادي إمام اللغة في عصري صاحب القمص المحيط هو من تلميذ أيضا الإمام تاج الدين السبكي وهو توفي بزبيد سنة 17-18 للهجرة أما عن مكانته العلمية لم يعمر تاج الدين السبكي طويلا فقد عاش ثلاثة وأربعين سنة ومع قصر مدة حياتي إلا أنه ترك لنا تراثا ضخما في كثير من العلوم والمعارف تجد الدين يعد موسوعة علمية متكاملة إذا جاز هذا التعليل لم يترك علما من العلوم الشرعية وآلتها إلا وله يد طولة فيها سنتكلم في هذه الدقاق المعدودة عن العلوم التي كان يتقنها الإمام أما عن علم الحديث لقد عني الإمام التاج السبكي بالحديث عنها فائقة سواء كان في الرواية أو الدراية فهو يروي الحديث بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث على رجالها بالنقد والتعديل وتحدث على ألفاظها بالإيضاح والبيان ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل يقرر قواعد خاصة في علم الجرح والتعديل وينتقد فيها السابقين ويبين فيها قوله المعتمد في الجرح والتعديل والذي يطالع مصنفات الإمام التاج السبكي خاصة كتابه الطبقات يدرك بوضوح مكانته العالمية العالية في هذا العلم وحسبه بذلك شهادة شيخ الحفاظ الإمام ابن حجر العسقلاني لما قال في حقه ومن الطبقات نعرف منزلته في الحديث أما عن علم الكلام إن من يطالع مصنفاته كان أشعرياً الإمام تاج الدين السبكي كان أشعرياً ليطالع مصنفات السبكي يرى واضحاً اهتمامه بعلم الكلام فهو متكلم على طريقة الأشعرة وكتبه زاخرة بمسائل هذا الفن الذي ارتبط ارتبط وثيق بعلم الأصول كان الإمام التاج السبكي عالم في الأصول ويذكر مسائل الكلامية مبيناً ما فيها من مزاهد معاقباً على كل مذهب بما يستحق من بيان الحق في ذلك وكتبه الطبقات هذا مليء وغني بمسائل هذا الفن أما عن علم المنطق والمنطق لم يهمنه الإمام التاج قط بل له باع أيضاً طويلاً فيه يظهر ذلك جلياً في من طلع شرحه على مختصر ابن الحجب ويتضمن ذلك بمقدمة منطقية على طريقة الإمام الغزالي وبعض الأصوليين والذي يرى شرح التاج يعرف براعته ومقدرته في هذا العلم ما يعد من علماء من كبار علماء المنطق أما العلم وصول الفقه أيها الإخوة فهذا العلم بلغ فيه التاج عنان السماء خضعت له رقاب العلماء وفاق كل أقرانه بل فاق أكثر العلماء الإمام التاجي سبكي أعطى الأصول جل عنايته واهتمامه فتارة يدرسه وأخرى يؤلف ويستدرك على من سبقه ويناقش من عرضه وتارة يقرر عبارة من سبقه مقيدا ما أطلقوه ومفسرا ومكملا لما أغفله هذا الفن له قدم صدق فيه له قدم راسخة في علم الأصول بنظر ناقد وبصير يحل الغوامض يجمع الشتات حتى له مؤلفات زاخرة في هذا الباب واهتمامه بهذا ترك ثمانية مصنفات في علم الأصول قل ما تجد العالم من العلماء في فن الأصول وقد ترك هذا الكم من المصنفات أما عن القواعد الفقهية اهتمل إمام التايي السبكي بهذا العلم اهتماما بلغا له فيه مصنف زاخر يعد من أهم المصنفات في الأشباه والنظار فقد خرج فيه الفروع على الأصول وجمع شتات هذه الفروع في قواعد عامة تنظم هذه القواعد فأجاد فيه وأجاد أما عن الفقه فالإمام التايي السبكي يعد فقيا متمكنا ناقدا بصيرا لا غراب في ذلك تربع في أحضان والدي إمام الدنيا في عصره نهل من علمه واستقى من معارفه وكتبه مشحونة بالفتاوى والمسائل من قول عنه قد جمع فتاوى والدي واختياراته الفقهية في مصنف خاص في كتابه الطبقات يكثر من ذكر المسائل الفقهية والمروية عن الشخصية المترجم لها وغالبا ما يعقب عليها ويختار ما يراه من الصواب فيها أما عن علم التاريخ فحدث ولا حرج لقد برعت تايج فيه براعة لا مثيلة له وكان ذو اطلاع واسع على أخبار الماضين وأخبار السابقين أسهم الإمام التاج في هذا الباب وهذا المجال إسهاما عظيما يظهر ذلك أنه مؤرخ لا نظير له وتعد مؤلفته في الطبقات أعظم ما دون في هذا المجال لا إذ يستوعب فيها جوانب شخصية المترجم ويأتي بالعجب العجاب من قصص وأخبار لهذه الشخصية قل ما تجد هذه في كتب الطبقات أما عن علم الأدب الذي يقرأ مصنفات تجديد سبكي يجد فيها رصانة في الأسلوب ودقة في التعبير وزوقا عاليا في انتقاء العبارة والكلمة فهو رجل أديب زواق وما ذلك إلا نتيجا لصحبته لأديب وفح لزمانه صلاح الدين الصفدي حيث صاحبه منذ صغره وجرب بينهما مرواسلات وسجالات أدبية وشعرية مشهورة والإمام التاج السبكي قال كنت أصحبه منذ كنت دون سن البلوغ وكان يكاتبني وأكاتبه وبه رغبت في علم الأدب والإمام السبكي قد أتقن الأدب بقسميه النسر والشعر أما النسر فذلك في كتاباته والمقدمات للكتب وكان يظهر ذلك في ترجمته للشخصيات في الطبقات أصدر ترجمت إمام الجويني هو البحر وعلومه درره الفاخرة والسماء وفوائده التي أنارت الوجود بنجومها الزاخرة يملأ الحديد من الحديد إلى آخر ما قال الإمام في ذلك وهذا أيها الإخوة من جميل كلامه من قرأ كتابه الطبقات ورأى قلمه السيال في ذلك وبلاغته في كتابته يرى ذلك أنه متأثر بالأدب وعالم عالما فيه أما عن الشعر ففيه رقة وعزوبة وروعة قل ما تجد عند كبار الشعراء أما عن علم النحو علم النحو من علوم الآلة التي لا يكون الفقيه فقياً ولا الأصول أصولياً إلا إذا كان ذا قدم راسخة في النحو والتي السبكي لم يهمل النحو أبداً فقد قرأ النحو على أبي حيان الأندلس إمام النحو في عصره بلا منازع يكفيه فقراً أنه تلميذ أبي حيان في ذلك ومن هنا تدرك وتعرف منزلة الإمام التاي السبكي في هذا الفن ويظهر تبحر الإمام التاي السبكي في النحو من خلال المطالعة في كتبه وطبقاته وبخاصة عندما ترجم لشيخه أبي حيان وما ذكر فيها مسائل هامة في النحو كما أنه عقد فصلاً خاصاً للنحو في الأشباه والنظار وسمى كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقية قد أطال النفس في هذا الفصل حيث ذكر فيها أكثر من خمسين صفحة في النسخ المطبوع عن كتبه وآثاره ومصنفاته إمام التاي السبكي ترك لنا سروة علمية قل ما تجد لها نظيراً فهو صاحب الطولة في كثير من العلوم فكان من الطبيعي أن يخلف لنا في هذه العلوم مصنفات ذاخرة تنظر لنا علمه وتشهد له بالمعرفة وساعة الإطلاع منها في كتب الحديث مثلاً ذكر جزء على حديث المتبعين بالخيار جزء في الطعون جزء في الحديث الذي حدثه عمر بن محمد بن عبد الحاكم وذكر عدة كتب في ذلك ورد على كتاب والدي في حديث الاعتكاف وله قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين وكتاب الأربعين في الحديث وأدعية مأسورة وقد صنف في العقائد أيضاً علم الكلام وكان هو أشعري المعتقد فمن ذلك كتابه السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور وقد صدت نونية في العقائد أورد فيها مساء الخلاف في وصول فقه بين الأشعار المترودية وقاعدة الدين وعمدة الموحدين وله أيضاً شرع عقيدة ابن الحاجب وقد صنف في وصول الفقه وقاعده فمن ذلك المصنفات الإبهاج في شرح المنهاج كمل فيه ما بدأه والده ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب وله جمع الجوامع وله منع الموانع عن جمع الجوامع وله التعليق وله هامع الهوامع في منع الموانع وله أجوبة ابن السبكي على أسئلة السيدة حمد الخراساني وهذه الأسئلة أجابة عن الإمام تاي سبكي في منع الموانع لقسم السنة صنف الإمام تاي سبكي في الأشباه والنظار عدة كتبين الأشباه والنظار في فروع الشافعية وله أيضاً قواعد السبكي وله تخريج الفروع على الأصول وله نواضر والنواضر النظائر قد صنف أيضاً كتب عديدة في الفقه منها رجوزة أرجوزة في الفقه وله أوضح المسالك في المناسك وله تبين الأحكام في تحليل الحائط وله ترجيح التصحيح وله ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح وجمع اختيارات والده وله التوشيح على التنبيه والمنهاج والتصحيح وله رسالة في حكم اللعب بالشطرنج وله رفع المشاجرة في بيع العين المساجرة وله فتوى السبكي جمع فيه فتوى والده ورتب على الأبواب وغير ذلك قد صنف عديدة مصنفات في التراجم والتاريخ ومناة الرجمة لوالده وكذلك طبقات الشافعية الصغرى كذلك كتابه الماتع طبقات الشافعية الكبرى الذي يطبع في عشر مجلدات كبار بتحقيق الطناحي عليه رحمة الله تعالى محمود وعبد الفتاح الحلو عليهما رحمة الله تعالى له أيضاً طبقات الشافعية الوسطى وله معجم الشيوخ التاي السبكي خرج لماذا ابن سعد هذا له ومات ولم يتم هذا العمر له عدد كتب أيضاً في خصاص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته ورجوزة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وله أيضاً كذلك تشحيد الأزهان على قدر الإمكان في الرد على البيضاوي كذلك له الدرر للوامع كذلك فائدة في تفسير الكشاف وكتابه عن نافع والمفيد معيد النعم ومبيد النقم وقد صنف مصنفاً في محنته في القضاء كذلك أيضاً صنف منظومة في الألفاظ العجمية في القرآن وغير ذلك من المصنفات أما عن مكانته وكلام أهل العلم فيه مما لا شك فيه أن المنزلة العلمية والمكان الاجتماعي المرموقة التي تبوأها والده شيخ الإسلام تقي الدين السبكي وتربيته لولدي هذا تاجد الدين السبكي التربية العلمية الرصينة كل ذلك كان له الأثر البارز في تفوق تاجد الدين السبكي ونبوغه المبكر مما جعله يحتل مكان رفيع بين أقراني الذين فقهم علماء عصري أيضاً الذين نازعهم فالتي سبكي أزن له بالإفتاء ولما تجاوز سنه الثامنة عشرة من عمره كما أنه بدأ التصنيف وهو في حدود العشرين من عمره وبازغ نجمه في حياة والده وقرت عينه به ولو أطال الله سبحانه وتعالى له في العمر ربما فق منزلات والده وليس غريباً أن تجد كتب الطبقات والتراجم مليئة بالسناء عليه والإشادة بعلمه بنصوص كثيرة من أقوال رفاقه ومعاصرين وكبار أهل العلم في شتى العصور والأزمنة الصيوطي يعده من الأئمة المجتهدين ويقول كتب مرة إلى ناب الشام ورق يقول فيها وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق لا يقدر أحد يرد هذه الكلمة وعقب الصيوطي على ذلك بقوله وهو مقبول فيما قال عن نفسه والشياب أحمد بن قاسم البنون يعده في منزلة الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة ويقول في عقه الإمام المجمع على جلالة قدره وتمام بدره بل قيل لو قدر إمام خامس مع الأئمة الأربعة لكان ابن السبكي وقال عنه رفيق الصفضي الإمام العالم الفقيه المحدث النحوي الناظم إلى أن قال أفتى ودرس ونظم الشعر ورسلني ورسلته وبالجملة فعلمه كثير على صغر سنه وأيضا قال وعصل بهذا الولد النجيب اليس من القضي ياس وكونه تقدم في شبابه على كل أصحابه فهذا أصغر سنه أكبر منه وقد شهد له العقل والنقل أنه فنى سنه في العلم والله سبحانه وتعالى سيمتع به إلى أن قال وأثنى عليه كثيرا الإمام ولي الدين العراقي يصف ويقولك كان ذكيا عالما مستحضرا فصيحا طلق العبارة كثير الإحسان إلى الطلبة والحافظ يقول في ذلك حصل وحصل على فنون كثيرا من العلم في الفقه والوصول وكان ماهر في الحديث والأدب وبرع في العربية وله في النظم والنثر وله بلاغة وطلاقة لسان وجرأة وكان له قدرة على المناظرة وصلنا في تصنيف عليدة في فنون كثيرة على صغر سني وكسلة أشغاله وقال عنه أيضا شيخ حفاظ الإسلام الإمام بن حج العسقلاني أنه أمعنى في طلب الحديث وكتب الأجزاء والطباق مع ملازمة الاشتغال في الفقه والأصول والعربية حتى ماهر وهو شاب وكان ذا بلاغة وطلاوة لسان عارفا بالأمور وانتشرت تصنيفه في حياته ورزق علما كثيرا قال عنه ابن تغري قاضي قضاة دمشق علما وأيضا قال عنه كان إماما عالما بارعا فقيها نحويا أصوليا وكان زكيا صحيح الزهن وبرع في الفقه وغير ذلك من الأمور وكان إماما متفننا في سائل العلوم كان الإمام هذا شديد الرأي في علومه وفي أخباره ومدحه ابن حبيب بقاصيدة بعث إليه عند قدومه إلى دمشق قاضيا سنة ستين وسبعمائة للهجرة بعدان قام مدة في القاهرة معزولا عن القضاء بالإضافة إلى سعة علم الإمام التاج الدين السركي الذي قد أسنى عليه وأشهد به علماء عصري ومن بعدهم كان الإمام التاج عليه رحمة الله تعالى متصفا بالأخلاق الحميدة فقد كان حسن السمت جوادا كريما له هيبة تخضع له رقب القضاء ومن غيره من الناس ويخشعون له ولجانبه المناصب الذي تولى الإمام تولى الإمام بتي السبكي مناصب عديدة قل ما تجمع هذه المناصب لأحد سوا قال ابن كسير عنه حصل له من المناصب والرئاسة ما لم يحصل لأحد قبله وانتهت إليه الرئاسة بالشام من هذه المناصب التي تولىها هناك مناصب تعليمية تولى القضي تي السبكي مشيخة العديد من المدارس الكبار التي كانت مشهورة وإماتها كبار العلماء والطلبة في عصري فمن هذه المدارس على تولىها مدرسة الحديث الأشرفية والأمينية والتقوية والشامية والعادلية أيضا والغزالية والمسرية والنصرية والنصرية الجوانية وغيرهم وتولى التجريس في عدد من مدارس مصر أيضا منهم جامع ابن طولون وجامع الشافعي وقد كانت دروس السبكي دروسا حافلة بالتحقيقات الرائعة والمسائل الفائقة التي تبهر جل الحاضرين وابن كسير لما وصف درس تجديد سبكي في الأمينية يقول كان درسا حافلا أخذ في تفسير قوله تعالى أن يحسنون الناس على ما تهم الله من فضله فاستنبط أشياء حسنة وذاكر ضربا من العلوم بعبارات جميلة طلقة جارية معسولة أخذ ذلك من غير تلعسم ولا تلجلج ولا تنحنح ولا تكلف أجاد وفاد وشكره الخاصة والعامة من الحاضرين وغيرهم حتى قال بعض الأكابر أنه لم يسمع درسا مثلهم هذا بالإضافة للتدريس كان الإمام تجديد سبكي قد تولى خطوط الجامع الأمون بعد وفاة خطيبه سنة 64 مليليجر والمناصب الإدارية القضائية التي تولى الإمام تجديد دين سبكي مع التدريس مناصب إدارية هامة تولى وظيفة موقع الدست في دار العادل عن نايب الشام سنة 54 وسبعمال الهجرة نابى في الحكمة عن أبيه عدة مرات أيضا وتولى مشاغة قاضي قضاة الشام لأكثر من مرة أما عن الفصل المهم والأهم ألا وهي محنة الإمام أما عن محنية التي ابتلي بها لا شك أن المكان الاجتماعي والعلمية المرموقة التي حازها تجديد دين سبكي وما تولاها من وظائف إدارية ومناصب تدريسية عجز كثير المعاصرين عن نايلها أو تحقيق بعضها كل ذلك أثار حفيظة الحساد والمنوئين له الذين ناصبوا له العداوة والبغضاء ولقد تجلت هذه العداوة بوضوع عندما تولى التاج وظيفة القضاء في الشمس سنة 56 وسبعمال الهجرة بدأ الحاسدون يدسون له الحدثات ويسيرون الشفاة حوله ويطعنون في تقواه وعدالته اتعدى ذلك إلى الطعن في إسلامه ورميه بالكفر وكانت من نتيجة هذه المحنة أن الصورفة تجدين السبك عن القضاء مرارا أول هذه كانت سنة 59 وسبعمال عزل وتوجه إلى مصر ومكس فيها فترة قصيرة ثم وعيد إلى القضاء في نفس العام تاني مرة كانت سنة 63 وسبعمال حيث عزل مرة أخرى بأخيه بهاء الدين وتوجه التاج إلى مصر وتولى ظايف أخيه البهاء واستمر في ذلك حتى عام 64 وسبعمال حيث روجع التاج في عودته إلى القضاء بالشام إلا أنه رفضا فروجع في ذلك مرنح التوافق وهو كاره لذلك وطوال مدة إقامته في مصر حظية بالإكرام بالتعظيم بالترجم الشيء كثير جدا وقد كان ياده الله سبحانه وتعالى في مدة إقامته بمصر على حالة شهيرة من التعظيم والترجم يعتقده في الخاصة والعام وتبركه بمجالسه يعني أصحاب السيوف والأقلام وطلبت الفنون المختلفة يزدحمون على بابه وكذلك يقتدى به في آدابه فالله سبحانه وتعالى هذا المؤرخ يقول يمتع الله ببقاء أهل المصرين ويجمع له ولمواليه خير الدارين وإلى غير ذلك من السنان فكان يوم دخوله دمشق كان كالعيد لأهلها حيث تقبله أهل دمشق من السرور والبشر والفرح العظيم والثالثة وهي الأخيرة وأشهد دعا تاية الدين السبكي وهي المحنة الثالثة كانت سنة تسعين وستين وسبعمائة حيث أعوز إلى التاج عن القضاء وعن التدريس وأمر بالقبض عليه ومصدرت الأموال والختم على بيوته وقد عاقدت لهم جلس كثيرا بدار النائب في دمشق للكشف عليه بحجة ما ربي به من تهم باطن وقد دفع تاج عن نفسه فأفحم الخصوم وظهر قوله عليهم غير أن الحساد الذين تولوا هذه التهم وعلى رأسهم كثير من حساده نفروا وبعده حتى أمر ابن قضي الجبل بحبسه مدة سنة والفعل سجن التاج في قلعة دمشق واستمر فيها ثمانين يوما ثم طلب إلى القاهرة وهناك عقد له مجلس حضره كبار العلماء وبينه أن ما التهم به التاج لا يقتضي عزل ولا الحكم بسجني وبالفعل أبطل قول ابن الجبل وعيد التاج إلى وظائفه مكرمان مبجر معظمان وكان ذلك سنة سبعين وسبعين من الحجرة وهذا لم يذكر هناك تفاصيل في محنة الإمام ولكن هناك إشارات من أنه أشار في مقدمة الترشيح من أنه قد نظم أورجوزة في اختيارات والده في السجن فقال أني كنت نظمت وأنا في السجن أورجوزة ثم قال لما كانت تلك الأورجوزة أنه أنا مسجون مهموم قليل كتب بعدينها إنما تملى على حافظته أما عن أسباب هذه المحن المصادر التاريخية التي ترجمت للمنصبك لم تبين بوضوح أسباب هذه المحن فالأمر لا يزال فيه كثير من الغموض فيه كثير من الغموض لكن بعض العلماء ذكروا بعض الأسباب ابن حجر وغيره يعني ذكر أن سبب المحنة هذه هو وجود وصولات لدى الأوصية صرفت بها أموال ولم يعين فيها اسم القابض فحاول ابن الرهاوي وإقناع نظر الأيتام أن يعترف أنها وصلت للقادة طيج الدين فرفض ذلك فآل الأمر إلى اتعام القاضي بهذه الموضوع الأمر الثاني للقاضي تجدين لما عقدت له المجالس في دار السعادة تعلق بحكم لنبي شمس الدين الغزي في شيء ذكروا فرد عليه بأبطال حكم الغزي فقال إن كان حكم الغزي بطلا فما بقي إسلام أو فبطل دين الإسلام فتعلقوا بهذه الكلمة وحكموا عليه بكفر وحزق بعض المحقيقين يرى أن أسباب المحنى هذه هو أسر تجدين سبكي على أحكام صدرت منه يخالف فيها نائب الشام أمير علي المدردين ويرى بعضهم أن السبب أنه هو تأليف تجدين سبكي كتابه من عيد النعم الذي انتقد فيه السياسة العامة والأحوال الاجتماعية في دولة الممالي أثار عليه حفيظة أهل السلطة والمناصر ومنهم من قال أيضا نسب بهذه المحنى هو الإمام السبكي أنه خالف لابن تامية ونقض ابن تامية في كثير من أرائه وأفكاره وقد كان في دماشق الكثير من المحبين لابن تامية ومتعصبين لابن تامية مما أثار حفيظة هؤلاء المتعصبين ضده حاولوا الإيقاع به بحجة تلك الوصولات ومما يؤكد ذلك أن الذي حكم بسجنه هو ابن قض الجبل وهو من تلميذ ابن تامية ومن أشهر المتعصبين له ومنهم من قال أيضا الأسباب الحسد الذي أعمل كثير من القلوب وأوغر الصدور ضد تي الدين سبكي ويؤيد ذلك أيضا ما ورد في رسالة تي الدين سبكي إلى رفيق الصلاح الدين الصفضي 63-700 بعد أن عزل المرة السعينية حيث يذكر فيها أن الحسد مبلغ الحسد والمكان الذي كانت تحاك ضده بل أن الله سبحانه وتعالى قد أبطى المكرم ورفع بين الناس ذكره وأعلى من ذاته وقدر وأيض ذلك أيضا ما جاء في رد صغد على رسالته ولو لم يكن مولانا في هذا الكمال ما حسد على ما حزم من غنام المعالم ولا إلى آخر ما أسنى عليه وتكلم عليه أن الله سبحانه وتعالى سينصره والباب إذا أغلق باب فتحت أبواب كثيرة جدا وهذه أهم الأسباب التي ذكرت أو قيلت حول المحنة والجمع بين هذه الأسباب أيضا ربما يكون ممكن وتكون كلها مجتمع بسبب واحد لهذه المحنة بعضها بالمباشرة وبعضها بالتسبب وأقول وفي ذلك الأمر أن هناك أيضا أسباب خفية لا نعلمها فالسبب الحقيقي والملوس والحقد والحسد اللي هو كان بسبب المكان العلمي والمناصب الرفيعة الذي تبوأها لمن تجد سبكي والحقد بسبب اللي انتقدوا تجدين سبكي من أحوال عصره من يمس السياسة والحكام وأصحاب النفوذ إضافة إلى شدة تعصب المذابي الذي كان يموج في هذا العصر دفع المتعصبين إليه إلى البحث عن قضايا وأسباب يجعلونها طريقا للوصول إلى أهداف والإيقاع بالإمام تجدين سبكي فوجدوا قضايا الوصولات وطعن في أماناته وعقدت له المجالس وقال قلمته المشهورة اللي حكم عليه بالكفر والفسق ومن ثم حكم عليه بالسجل كان المم تجهز يتميز بصبره وتحمله الأزر تحمل كثير من الحساد والمناوئين الذين يحسدون الناس على ما أتهم الله من فضله وكان هؤلاء الحساد يحيكون له المؤامرات ضده للنيل من عرضه ونجحوا في ذلك فالمم اتهب والمم عزل لمم التهم لممسوج النعم كل ذلك قد حصل للإمام تجلى صمري لمن تجد سبكي في هذه المحنة في أبهى الصور فظل رحمة الله عليه قويا ثابتا صابيرا محتسبا وهو لم يجزع لم يهتألم لم تفوت هذه المحنة من عزم بل ظل على ثقة مطلقة بربه سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى لن يتركه ولابد أن فرجه قريب وظل كذلك حتى فرج الله عنه وكاشف عنه الغمة وعاد التاج إلى منصبه معززا مكرما لأما عاد إلى منصبه عفى وصفحا عن كل من أساء إليه ولم يعاقب أحدا بجريرة ولم يراجع أحدا منهم في شيء ذكره في حقه في أثناء محنته أما عن وفاة الإمام عليه رحمة الله تعالى لم يعمر تاج الدين السبكي طويلا فقد أفاه القدر مبكرا ولم يهمله كثيرا توفي الرحمة الله عليه شهيدا بالطاعون عن 43 سلام في سابع زلحجة ساعة 71 و700 وقد خطب يوم الجمعة سالي الزلحجة ثم طعن يوم السبت واستمر يعاني من المرض حتى مساء يوم السلساء السابع من زلحجة حيث اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواله شهيدا وقد كانت جنازته جنازة الحافلة صلي عليه أكثر من مرة حضر نائب السلطنة حمل نعشه الأمراء الكبار قد شيعه خلاق كثير جدا ودفن في مقبرة السبكيين بصفح قسيون تعسف الناس لموته كثيرا هكذا رحل تجد دين السبكي بعد حياة طويلة بالعطاء والصبر والجال وبعد أن خلف وراءه تراثا ضخما كان كفيلا بأن يبقى ذكره واسمه حيا في نفوس العلماء وطلاب العلم وأهل العلم رحم الله تجد دين السبكي وجزاء الله عن هذه الأمة خير الجزاء وجعلنا الله وإياه في دار المقامة مع السعداء والنبيين اللهم أمين هذا أصلا الله وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته